اشتركوا في القناة جيدة لتهديئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد تأثير القمر على كافة الأبراج لما بيكون في برج الحمل يعني هاي الفترة بنشعر كثير بطاقة كبيرة للعمل ونكون أكثر تصميم وأكثر استقلالية بنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أننا نتصرع في تصرفاتنا وممكن أننا نتهور أيضا لازم أننا نحذر أكثر على الطرقات من السرعات الفائقة ما لازم يكون في أي تسرع منلاحظ في هاي الفترة أنه منكون ما عنا صبر في التعامل مع الغير وهذا يمكن يسببنا كثير من المتاعب والمشادات غير المرغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في الحمل دائما يستحسن إجراء فحص للعيون للي بحاجة لهذا الإشي وبإمكانك شراءة ورغة يا نصيب أو أنك تدخل تعديل على قصة شعرك أو أنه أنت تقيم حفلات ولكن أنا ما بنصح لأن القمر لحيكون تربيع أو بالربع الأول فهي الفترة شوي بتكون سلبية على عمليات التجميل أو على الأشياء التجميلية بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل هذا اليوم أول زاوية رح تكون اللي هي زاوية التربيع بين القمر والشمس زاوية التربيع يعني سلبية في تمام الساعة 4.45 دقيقة صباحا طبعا كل أوقاتنا إحنا بتوقيت جرينيج بتدل هاي الزاوية أنه القمر صار منتصف بدر يعني ربع بخلق هذا الاتصال عندنا نوع من أنواع عدم الاستقرار يعني نوع من أنواع الصراع بين المشاعر والأفكار ممكن ينعك السلبي على علاقتنا مع الآخرين المشكلة الأكبر هي رح تكون في ساعات تقريبا اللي هي ما قبل الظهر بشوي في هاي الساعة رح ينتقل كوكب المريخ انتقال كامل من برج العقرب لبرج القوس يعني تقريبا بحدود الساعة تقريبا الساعة 9.37 دقيقة بتوكيت جرينيج ورح يمكث المريخ في برج القوس ليوم 16.02 عصرا تقريبا كوكب المريخ هو المسؤول عن الطاقة عن الجراءة عن الرغبة الجنسية بيستفيد من هذا التواجد كل الأبراج النارية والهوائية يعني القوس الحمل الأسد الجوزاء الميزان والدلو وكمان كل شخص تواجد عنده المريخ في ساعة ولادته في القوس هسا بالنسبة للمريخ لأنه شوي صمعته سيئة بيحمل شوية مشاحنات من أعمال العنف والحوادث والتفجيرات عند انتقاله من برج لآخر وقبل وبعد ما أيام يعني ثلاث أيام احنا دائما بنحكي يبل وثلاث أيام بعد هسا أهم المجالات اللي لازم إحنا نحذر فيها جميع الأبراج إذا تحذروا كل برج رح نحكي رح يحذر بن إيش تحديدا وشو المجال اللي رح يحذر فيه برج الحمل بدهم يديروا بالهم من السفر البعيد وبدهم يتجنبوا قضايا قضائية برج الثور بدهم يحذروا في أي شراكة مالية برج الجوزاء في الشراكة العاطفية والمالية برضو بدهم يحذروا بالنسبة للسرطان بدهم يحذروا في العمل لا سيما في العلاقة مع الزملاء وبدهم يمتمنعوا عن رفع أي شيء وزنه تليل لأنه نقطة الضعف عندهم تكون أسفل الظهر بالنسبة للأسد بدهم يضبطوا أعصابهم لما بتعاملوا مع أحبائهم بالنسبة للعذراء بدهم يتجنبوا مواجهة مع أفراد العائلة وبدهم يحذروا النيران والأدوات الحادة بالنسبة للميزان بدهم يحذروا من السفر داخل المدن وبدهم يتجنبوا مواجهة مع أخ أو مع جار بالنسبة للعقرب بدهم يحذروا لأنهم بيستفيدوا ماليا ولكن بالمقابلة بتتصاعد عندهم النفقات بالنسبة للقوس بدهم يضبطوا أعصابهم أثناء التعامل مع الغير لأنه في هاي اللحظة عندهم استعداد للتصرفات المتسرعة أما بالنسبة للجدي بدهم يديروا بالهم من تآمر بصير عليهم من وراء الكواليس أما بالنسبة للدلو بدهم يمتنعوا عن مواجهة أو فرض السيطرة على أصدقاء أو على صديق تحديداً بالنسبة لبرج الحوت بدهم يتجنبوا الدخول في مواجهة مع المسؤولين في مجال عملهم طبعاً بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل تقريباً بعد العصر اللي هي ساعة ثلاثة وسبعة وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينيش هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر والزهرة هاي بتأجج العواطف عندنا اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم بتعطي دافع للعاملين في المجالات الفنية والتجميلية والديكور إنه يتحسن عطاؤهم وإبداعهم يعني يكون خيالهم شوي أقوى أما الزاوية اللي بدأتصير يابل تقريباً منتصف الليل بشوي برضو بتوقيت جرينيش يعني ساعة 11 و 49 دقيقة هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وزحل هاي في هاي الساعات بنواجه مصاعب وعراقيل بتتطلب مننا إنه نبذل جهد عشان نتغلب عليها بأنفسنا يعني بتخلينا نواجه شوية مصاعب وعراقيل بتتطلب مننا إنه نبذل شوية جهد عشان نتغلب عليها بأنفسنا وما لازم نعتمد على الحظ نهائياً بفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم بلجأوا للهروب للماضي والقصص القديمة والأشياء القديمة والمشاكل القديمة بدل ما إنه يركز على الموضوع الأساسي اللي هي مشكلته اللي في لحظتها طبعاً هيك بنكون أن هنا اللي هي كل الزوايا الفلكية اللي رح تصير خلال هذا اليوم طبعاً يبل ما نبلش بالأبراج اليومية تحت في عنا مجموعة كبسات لايك وانلايك وشير ومير ومش عارف إيش وهي الأشياء كلها المكتوبة تحت اللي بتكون يا أكبسوا عليه بس أنا اللي بهمني اللي هي التعليق إذا ما عجبكم المحتوى إذا حدا ما فهم إذا حدا بده أي استشارة مجاني كل شيء مجاني ما في أي شيء أنا بقدمه بمقابل أو بطلب مقابله أي سؤال أو استفسار إن شاء الله رح أجاوب عليه وإذا عجبكم إذا عجبتكم هاي الحلقة يعني بتمنى إنه تعملوا شير إلها أو لايك أو شغلات هاي اللي مكتوبة تحت ما بحب أذكرها أنا ولكن أنتو كرمكم برج الحمل ثقاتكو بأنفسكو بتكون كبيرة وبعمكم النشاط بتسيطروا على زموام الأمور وبتنجحوا في الدفع بمصالحكم هذا الوقت ممتاز لحسم الأمور العالقة يعني ممكن تسمع جواب أنت كنت تنتظره أهم إش إنك تتحرك وما تنتظر إنه الفرصة هي اللي تجيك أنت بدك تروح لإلها لا تضيع الوقت هاي الفترة بداية جديدة برج الثور بما إنه القمر موجود في بيت متعبك يعني هاي الفترة مش المثلالة إلك يومين وبنتقل وبعديها بتتحسن أمورك يعني بتطلب هذا منك شوي عدم المبالغة جهدك الجسماني هل فيه سلم أولويات بالنسبة لإلك للعمل الضروري والأمور العاجلة انتبه لغذائك وراحتك لأنه في هذا اليوم بتهدأ شوي وطيرتك وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وبتحس شوي هيك بخيبة الأمل ممكن تظهر خلافات أو التباسات بس دير بالك أنت طباعك شوي متقلبة ومزاجك رح يكون متعكر يعني ما رح تستحمل أي شيء فممكن تتورع صويتك لا تخالف القوانين لأنه ممكن أنك تخسر أكثر مما تتوقع اصبر اليوم هاد وبعدين كل الأمور إن شاء الله بتنحل في اليوم اللي جاي برج الجوزاء اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء في منك ورح يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة بتعبر عن رأيك بكل حرية وجراءة بتنقذك هاي الفترة سرعة بديهتك خصوصا في المواقف المحرجة في هاي الفترة بتسكنك شوية أحاسيس متناقضة لكن هاي فترة مناسبة للتحالفات ولمد يد العون لا صديق لا زميل لا صاحب لا أشياء من هاي النوع أي حدا بطلب لك مساعدة ممكن أنك أنت تبادر في مساعدته برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للي بيدور على عمل واللي على رأس عمله بنجح في إثبات جدارته خصوصا أمام المسؤولين وبحافظ على كل إنجازاته اللي هو مستلمها أو اللي بتكون بين إيديه أهمش إنك تبرر كلامك وتكون واضح بشكل جيد كون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو لاتصال بناس معينين لأنه هاي الفترة شوي ممكن أنك أنت تحتاج أشخاص بتكون الظروف كلها دعمة لأفكارك تهتم لبعض الاتصالات والمشورات أهمش إنك ما تكون مهمل وما تترك أي انطباع سلبي برج الأسد هاي الفترة ممتازة جدا للي عنده أي اتصال بعيد أو مؤسسة تعليمية أو دراسة أو امتحانات أو سفر أو تقديم طلب للجوء أو لسفر أو لهجرة هاي فترة مناسبة لإجتياز الامتحانات وجراء المقابلات إظهار تعاون أكبر مع الآخرين خصوصا مع الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة أو لاختبار تجارب مختلفة في هاي الفترة بتشعر بالاعتزاز والفخر لأنه عندك طاقة وعندك قدرة عالية جدا خصوصا لأنه الآن عندك المريخ في الخامس في بيتك الخامس وعندك القمر موجود في بيتك التاسع يعني تقريبا أنت محاط بمجموعة راح تسهل عليك اليوم إنك تنظي بكل خير وسلام وتحقق فيه نتائج أهمش إنك ما تستسلم وما ترضخ لأي شرط ما بناسبك ناقش بمنطق وبهدوء وبعقلانية ما تنفعل برج العضراء هاي الفترة الأمور المالية هي اللي بتشغل فكرك صحيح إنه الفرص متاحة لمكسب إلو علاقة بشراكة أو بتعويض بس إنه هاي الفترة شوي بتوجب عليك إنه أنت ما تخالف القوانين وما تخالف الإرشادات وأهمش إنك ما تترك الأعمال ناقصة وما تهملها لازم تكون متفهم لوضاع الآخرين ولا أراءهم أهمش إنك تتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي برج الميزان يعني هاي الفترة كل التفكير اللي بنشغل فيك وهو تدعم شراكتكم إما مع شريك عاطفة أو شريك عمل اليوم هذا مناسب للقيام بأي عمل بتطلب في نوع من أنواع التعاون من طرف ثاني بتكثر فيه الواجبات يعني ممكن تحس شوي بالخوف إنه الوقت قاعد بضيع من بين إيديك أهمش إنه حادر تراجع الصحي لأنه طاقتك شوي بتكون ضعيفة بس ما تخاف عليك اتباع الإرشادات والتعليمات تجنب المشاكل وأهمش إنك ما تتصلط وهو هذا الإشي مش من طبعك بس في لحظات ممكن إنه يصير فيه نوع من أنواع فرض الذات برج العقرب إنجزوا كل إشي متراكم عندكم خصوصا العمل لأنه ممكن كثير من الأشخاص من برج العقرب في هاي الأيام يتعاون معهم زملائهم عشان ينجزوا هذا العمل نضموا جدول غذائكم حاولوا أنكم ترتاحوا يعني ما تجهد نفسك كثير خلال هذا اليوم ممكن تبدأ بمرحلة مهنية جديدة أو يوكلك أمر جديد لكن هذا الإشي ما بيعني إنه اليومين هدول إنه الوضع رح يكون سهل أهم إشي إنه تحكم عقلك فيها ومن الحكمة عدم الإهمال خصوصا الإرشادات اللي أنا حكيتها مهما كانت بسيطة ودير بالك على وضعك الصحي يعني راقب حالك عشان أنت ما تتعب وما تمرض في خلال اليومين هدول برج القوس بتزيد رغبتكم التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم والفرص مناسبة بتكون لمصالحة لتسوية للقاء عاطفي كمان هاي ممتازة للتعارف وممتازة للارتباط وممتازة للنشاطات المتنوعة أهم شيء نثقتك في نفسك في هاي الفترة بتكون عالية جداً وقدرتك على استيعاب الأمور كمان بتكون عالية جداً هاي فترة إيجابية لازم تستغلها برج الجدي بنصب تفكيركم كله على نظام البيت أو على البيت تحديداً أو ما يتعلق في البيت يعني في منكم برغب في تعديل على مسكنه ممكن آثاثي جديد نواقص للبيت أغراض للبيت تفاهم مع أفراد العائلة الأبناء أحد الوالدين كل تفكيركم من شد على هذا بس بدك تدير بالك من خلافات داخل البيت ومن علاقتك مع إخوتك ومع جيرانك تحتل المسائل الخاصة والعائلية هي كل الأمور خصوصاً في النقاشات في هاي الفترة بتظهر الضغوط والمتاعب والمعاكسات تتعرض للمحاسبة وربما لا تحديات واستفزاز برج الدلو رغم إنه الشمس موجود في بيت متاعبك إلا إنه مكان القمر صار مناسب لا إلك ولدخلة المريخ على القوس راح تساعدك وتعطيك شوية نشاط بتنشطوا في السفر والاتصالات ومنكم بانطلق في مرحلة مهنية لترويج لمشروعه بنجاح هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات عندك قدرة عالية جدا لإقناع الغير ولا التسويق تنجح في طرح موضوع حساس وتقديم عمل ممكن يكون مهم هذا العمل ممكن يلفت للأنظار والإعجاب برج الحوت بتظل الفرص متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي وفي منك وناس راح تسترد مال ممكن يكون هذا دين أو تعويض أو من تأمين أو من ضريبة أي شيء ممكن يكون مال إلك ولكن بالطالب فيما رجع لك بالفترة الماضية اليوم لو طالبت فيه ممكن يرجع لك أو ممكن يجيك لحاله في منك وناس راح تحصل على هدية هاي الفترة ممكن تبادر لشيء ممكن يحقق لك إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية اعمل بجدية ونظم شؤونك المالية أهم إشي دير بالك من المصاريف لزيادة امتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة أو مشاريع تكون مش معروف مين موولينها أو مين وراها حاول إنك تنتبه لهذه النقاط بس اليوم وبعدين الأمور إن شاء الله بتكون أحسن هيك من نكون وصلنا للنهاية وفي النهاية منحكي الله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر